بسم الله الرحمن الرحيم معاكم المهندسة سماح عبد الفتاح والنهاردة هنكمل شرح الماث للصف الخامس الابتدائي لغات في الفيديو اللي فات في لسون وان كنا خدنا area of triangle في لسون تو النهاردة هناخد area of parallelogram area of parallelogram عايزين نعرف يعني ايه parallelogram طيب شايفين يعني ايه parallelogram هو ده الشكل اللي قدامكم هو الparallelogram تمام عايزين نشو بقى الproperities of parallelogram ليه احنا سمناه كده ليه سمناه parallelogram يعني متوازي الأضلع جاي من كلمة parallel parallel يعني متوازي فهو اسمه parallelogram طيب ليه تعالوا نشوف الproperities of parallelogram بيقول لي the parallelogram is a quadrilateral يعني ايه quadrilateral quadrilateral يعني شكل رباعي quadrilateral يعني شكل رباعي جاي من quadra ده ايه باللاتيني ايه باللاتيني ايه باللاتيني كي quadrilateral يعني شكل رباعي يعني ايه quadrilateral quadrilateral يعني have four sides يعني ايه يعني have four sides رباعي ايه بيقول لي In which each two opposite sides are equal in length and parallel ايه بقى Each two opposite sides are ايه حكتين Equal and parallel كل two sides قدام بعض كل two sides قدام بعض كل ضلعين قدام بعض are equal Equal in length يعني لو جبت المصطرة واستهم كده لو جبت المصطرة واستهم هلاقي ان each two opposite sides are equal سيه مثلا لقيت ده 5 سنتيمتر هلاقي اللي قدامه 5 سنتيمتر لو لقيت اللي على الجنب 3 سنتيمتر هلاقي اللي قدامه 3 سنتيمتر اكي يعني each two opposite opposite يعني مقابل كل side والside المقابل لي are equal in length اكي طيب بيقول لي and parallel يعني ايه parallel يعني متوازين طيب يعني ايه متوازين يعني ايه parallel يعني انا لو جبت مصطرة وعملت لهم extension وفضلت امدهم 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 من الناحية دي ومن الناحية دي from right and left لو قعدت امدهم عمرهم ما حيتقابلوا اكي لكن لو كانوا مش يعني not parallel لو كانوا not parallel اكي كنت لما اجيب المصطرة واعمل extension وامدهم يتقابلوا في نقطة حتى لو بعد long distance يعني حتى لو بعد long distance يتقابلوا يبقى دول not parallel لكن parallel يعني لو قعدت اعمل لهم extension عمرهم ما حيتقابلوا اكي طيب يبقى احنا عرفنا the first property of parallelogram اول حاجة ايه each two opposite sides are equal in length and parallel تمام طيب بيقولي بعد كده ايه each side of the parallelogram could be considered as a base of it اكي each side كل side اقدر اعتبره base اكي each side can be considered as a base اكي يعني لو هو مرسوم بالشكل ده يبقى ال side اللي تحت ده هو ال base لو قلبته يبقى ال side التاني اللي هو الشورت ده short side يبقى ال base لو قلبته تاني يبقى ال side اللي تحت هو ال base any any side can be a base اكي اي side ممكن اعتبره base اكي بيفكرني بايه بيفكرني بالدرس اللي فات فاكرين triangle قلنا ان triangle has three bases برضو كان triangle each side can be base اقدر اخد اي side واقولي ال base بس ايه بقى لو اخترت side معين يبقى لي corresponding height او لي certain height اكي يعني each base have only one height تاني each base have only one height اكي يعني ماقدرش ااخد اي base مع اي height لا لازم لازم انا بختار ال base اللي انا عوزها اكي لكن طالما اخترت ال base يبقى لازم اخد corresponding height يعني height بتاعها اكي ماقدرش ااخد height تاني تمام نفس الكلام a perpendicular line segment اكي يعني line segment وتكون ايه perpendicular perpendicular يعني ايه عمودية يعني ايه عمودية يعني بتعمل right angle يعني ايه right angle يعني equal 90 degree اكي يبقى التدشود ده of parallelogram ارتفاع الparallelogram بيبقى عبارة عن ايه بيبقى عبارة عن perpendicular line segment line segment وبتكون perpendicular اكي from a line containing the base اكي يعني بين ال base to a line containing the side opposite the base اكي تاني يعني لما اختار ال base اختار اي side تبقى ال base اكي لما تيجي تعمل altitude او height تعمل line segment line او perpendicular line segment between ايه between ال base وال opposite side to the base يعني between ال base اللي انت اخترتها وال opposite side المقابل لها على طول اوكي وتيجي تروح عامل perpendicular line segment وده يبقى اسمه ايه altitude altitude او height of parallelogram ارتفاع ال parallelogram تعالوا نشوف عامل هنا ايه يعني هو في الاول لما خد لما خد ال base اللي تحت اكي طب ايجي ال base اللي تحت اكي اهو اللي فوق ال opposite side ليها على طول اكي طيب وعمل اه بربنديكولر line segment قلنا يعني ايه بربنديكولر line segment يعني عمودية يعني بتعمل right angle يعني ايه يعني ال angle بتبقى equal 90 degree اكي وبنرمز لها بالرمز ده اللي هو square الصغير اول ما نلاقي angle كده وحطيت لي عليها square الصغير يبقى ايه يبقى دي right angle يعني ايه right angle يعني equal 90 degree اكي طيب هو لما خد ال base اللي تحت يبقى ايه ده altitude بتاع انما لما خد ال base اللي على right side دي اللي على الجنب دي ال base شايفين altitude بتاع ايه واحد تاني خالص ايه دي ال base تمام فين opposite side ايه opposite side اكي فين altitude altitude اللي هو ده تمام طيب يبقى كل base ليها height or altitude corresponding ليها اكي طيب تعالوا نشوف ازاي بيقول لي the height of the parallelogram ارتفاع الparallelogram is the length of its altitude of any two opposite sides اكي يعني بيقول لي انت لما تاخد ال base وتاخد ال opposite side وتعمل perpendicular line segment ايه بقى ال perpendicular line segment دي وشوف اللانس بتاعها كام اكي اللانس ده اسمه height اكي طيب يعني لما نعمل ال perpendicular line segment كده دي اسمها altitude اكي ارتفاع مش عارف مش عارف طوله انا مش عارف اللانس بتاع altitude ده خلاص هات ruler هات مصدرة و is length of this altitude احنا بنسميه باقي height height اكي يعني هما الاثنين بمعنى واحد altitude or height هما الاثنين معنى ارتفاع الparallelogram اكي طيب هنا بيقول in the opposite figure if a b c d is a parallelogram df perpendicular to b c تعالوا نشوف كده اه اه df perpendicular to b c اهو عملها ل dotted line وعمل لي علامة right angle square الصغير ده معنى ان دي right angle يبقى تمام يبقى ده altitude اكي وده perpendicular عمودي وال right angle ده معناها ان الانجل ده equal a 90 degree تمام طيب يعني هو بيقول لي ان df perpendicular to cb تمام طيب عايز يقول اي تاني بيقول لي and d e perpendicular to a b d e perpendicular to e b ادي d e اه فعلا perpendicular to a b وعمل لي علامة right angle يعني هو berbendicular اكي طيب اه هو سمى df h1 وسمى d e h2 تمام يعني هو مرة خد a b a b has a base مرة قال لأ انا هاخد a b هو ال base طيب تمام طب هنعمل height ازاي او altitude ازاي قال لك طيب a b b a b base طيب لغاية dc يبقى ده سما h2 واضح كده ان h1 not equal h2 اكي لان لو الاتنين ليهم نفس length كان سماهم h اكي يعني لو الاتنين دول اكوال لو df والde equal in length كان سماهم h اكي لكن هو سماهم h1 وh2 يعني واضح ان df not equal to d e ده length وده length تاني خالص طيب احنا ليه قلنا انا عايز اقول لك نوت كده تركز معايا كويس جدا احنا ليه قلنا لما نختار base لازم نختار height بتاعها ليه قلنا كده والكلام ده برضو قلنا في triangle قلنا لما نختار certain base لازم ناخد corresponding height بتاعها ماينفعش ناخد اي base مع اي height الكلام ده ماينفعش طيب ليه قلنا كده قال لك عشان انت لما تيجي تحسب area بال height الاولاني لازم تطلع the same area لما تحسب parallelogram ويستخدم h1 يطلع له area ويجي واحد تاني يستخدم h2 تطلع له area تانية ينفع ماينفعش ماينفعش الفجر يبقى ليه two area ماينفعش ماينفعش حد يقول لي انا ايست area والله بال h1 لقيتها 30 centimeter squared ويجي حد تاني يقيتها 50 centimeter squared اي ده ماينفعش ماينفعش يبقى ليه two area طيب فلما اخد cb دي ايه large base دي large base ليه لو بصينا للparallelogram كده بيبقى في two sides large than the other sides يعني لو بصيت كده حلاق ان cb اللي هو عملها لي باللون الاحمر والde برضو اللي عملها لي باللون الاحمر شكلهم كده large اوكي ولو بصيت على الab ولو بصيت على cd شكلهم كده small يعني شكلهم small in lens than cb وad اوكي اللي مش مصدقني يجيب الرولر يجيب مصطرة وييس هات مصطرة ويس ad وbc ab وbc اللي هو عملها باللون الاحمر هتلاقي اللنس بتاعهم مختلف عن ab وcd دول عملتهم same area تمام مش فاهمين حاجة طيب احنا دلوقت حنشوف حنشوف ان area of parallelogram equal base في height تمام يعني احنا بعد شوية حنشوف هيقول لنا ان area of parallelogram equal base في height تمام لما اضرب base في height بتاعها يديني الarea تمام طيب وعشان يطلع الاثنين equal لو يعني لازم الarea تطلع ده same لما احسبها بH1 ولما احسبها بH2 وفعلا هي هتطلع كده ليه بقى حاجة غريبة انا لما عملت لما خدت CB base مثلا وعملت H بتاعها وجيت مرة تانية خدت AB base وعملت H بتاعها لقيت ان البيز الكبيرة H بتاعها صغير ولقيت ان البيز الصغيرة اللي هي AB الH بتاعها كبير طب جت كده جت كده ليه لان فعلا لما اجي اعمل multiplication للCB by H1 تديني نفس الـ result يعني لما اعمل بقى اجي احسب الarea عن طريق CB والH1 واعمل لهم multiplication تديني the same area لو جيت احسب من عند AB والDE يعني هنا حلاق حاجة صغيرة multiplied by حاجة كبيرة وحلاق النهية التانية حاجة صغيرة multiplied by حاجة كبيرة يبقوا يدوني the same result اكي تخلي بالنا يعني لو اداني مثلا اللانس بتاع الـ parallelogram اداني H1 و H2 اكي من غير مرسم ولا اي حاجة هعرف ان البيز الكبيرة لو خدت البيز الكبيرة هاخد معاها الـ H الصغير ولو خدت البيز الصغيرة هاخد معاها الـ H الكبير اكي تعالوا ونشوف الكلام ده